السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا بس بدنا نكمل على الفيديو اللي خلصناه قبل شوي وحطينا السيرفرز بالسيرفر روم وحكينا انه هيك امنهم وبهاي الحالة بنقدر نطبق السيكوريتي اللي انا حاطه هنا عبارة عن مربع بس بديك تعرف انه هنا يعني بالعادة بنطبق الاكسسلس او نقدر نعمل فيروول ما بين هاي المنطقة يعني اللي بدي احكي لك هي انه اسهل علشان نعمل سيكوريتي ليش انك بتطبق السيكوريتي على كل النتورك اللي هون عندك او بتقدر الصبنت اللي عندك حاليا لو اجينا القينا نظرة هون واجيت حكيت مثلا دياناس مش شغال لنا وحكيت بدي افوت على على السيلس سيرفر مماشرة بفوت على السيلس سيرفر اتش اار ما نجمة طب طب انا يعني يعني كه اتش اار ايش بيهمني بالمانجمنت وايش بيهمني بالسيلس سيرفر ما بيهمنيش اشي ليش افوت عليه فمعناته يعني انا لازم اعمل سياسة هون اللي عن طريق تحكم بالدخول قائمة تحكم بالدخول او اللي هي كونترول اكسس لست اكسس كونترول لست عن طريقة بقدر تحكم مين بدي يدخل على هاي الشبكة بكل بساطة بس يعني بتحكم بنفذ يعني سياساتي على هذا الانترفيس بس المانجمنت عندي لازم تكون قادرة على انها توصل لكل الشبكة هون السيلس بس لازم يكون قادرة انه يوصل بس للسيلس سيرفر طيب اتوقع يعني هي هالفكرة بس بدي احكي شغلة ضرورية او شغلة مهمة اللي هي الفرق بين يعني الانترفيس هون طبعا انا قبل شوية كنت يعني عم عم بعملهم بس سكيتش علشان اشوف ايش الاجراءات اللي عليها فحاليا احنا رح نعمل نوع access list 101 نبدأ من جديد هاي exit وهاي exit اول اول شي بدك تفوت طبعا الراوتر enable لو شفنا ال access list الحاليا موجودة ما في عنا شي اه حاليا بدك تروح على configuration mode داك تحكي فين to access list فين داك access list من 1 ل 29 هاي بيسموها standard standard access list بسيطة جدا بتحكي لي طب يعني شو فايدتها ليش احنا ممتاز ان تطورنا وكذا وصار فينا اشي احسن اللي هو extended access list بس ميزات ال access list standard انه low overhead على cpu تبع الراوتر فما في عندك overhead على الراوتر كثير لانه بس بهمو شغلة واحدة يا اما مسموح يا اما مش مسموح بس ال standard يعني يعني تستخدم بس انا رح استخدم لانه ما فين اصلا شبكات كثير هون بس لانه ورجي كل extended لانه اصعب واذا فهمت بتعرف ال standard يعني شو شغلة طبعا هاي extended بتحكي لك اول شي شو البروتوكول المتبع في عنا بروتوكولات بنسميها major بروتوكول مثل او شفنا هون مثلا احنا رح نعمل بنسمح وشوف هنا في عندك authentication header اي اي جي ار بي هذا الراوتينج اي اي انكابسوليشن سيكوريتي بيلود هذا بيستخدموه لزي ال vpn والاشياء هاي وهذا كمان للتنالز في عندك هذا اللي هو المستخدم بالابليكيشن ال pink pink ابلكيشن فانت بتستخدم اي سي ام بي في عنا طبعا اني انترنت بروتوكول وفي ال osbf وال tcp وال udp major اللي همو tcp وال udp طب شو بفرق tcp عن udp tcp acknowledged reliable فلما احكيلو انا بدي ويب page لازم يرجع لل web server انه وصلتني ال web page او ما وصلتني اذا ما وصلتني لازم يبعد انا مرة ثانية فانا بحكي تي سي بي هسا هون بيجي اندي ايش source address اذا انا بدي كل الشبكة اللي هي ثلاثة دوت سيرو فمعناته انا كل هاي الشبكة بدي اياها توصل في هون عندي شغلة اسمها wildcard mask wildcard بحكي لي مثلا شو الاشياء اللي بدك يعني اتغاضع عنها فانا اذا حكيت له صفر فمعناته انا ال 192 لازم تنطبق يعني لازم يكون اول octet بال ip address 192 اذا حكيت له كمان صفر معناته الثاني octet لازم يكون 168 اذا حطيت له كمان صفر معناته كمان لازم من النتورك ثلاثة يكون بعدا بحكي له 255 يعني معناته don't care condition اذا ما تذكرها اذا كنت انت ما اخذ دارس اي تي او كنت باي مجال من مجالات هندست الكهرباء بعدا تحكي له انا لمن بدك تسمحها هدول لاي destination اني destination ادرس لو شفت هون اي حدا اني destination ادرس فلو حكيت اني اني destination او اي حدا اه هون بيجي شغلة كمان علشان improve your security بتقول له equal هون بيجي البروتوكول يعني ما بتكتب رقم البروت اللي بيشتغل عليه هذا البروتوكول او بتحكي له مثلا www http او 80 في معنى web service بتقدر تحكي له 80 بنطبق عليه www بنطبق عادي مش مشكلة بعدين بحكي له من كمان بدي الجملة الثانية بال access list 101 permit tcp هون بدي network الثانية اللي هي 2 مثلا dot zero لازم ينطبق عليه لازم ينطبق لازم ينطبق اي حدا don't care condition هون مش اني مين اللي بعمل host single web service فانا بدي احكي له host اللي هو لا ال hr او 102 لانو hr اه بس هيك لازم اعمل لا لازم اعمل no ليش لانو لو رجعت هنا وكبست هيك معناته انا سمحت له يوصل لاي شيء بس ومش مسموح له يوصل لاي شيء فانا لازم ارجع احكي له طبعا انا بعمل ctrl a برجع لأول سطح بحكي له no بعدا نبرد ارجع مرتين بحكي له equal board 80 عشان الweb service هسا بقدر اعدلها من هنا مسترور اكتب الجملة نفسها لانو وصلت المعلومة على حد علمي يعني بس بغير هاي وبغير هاي هسا في شغلة ثانية في شغلة كثير مهمة لازم تعرفها انو access list بتتطبق من الاعلى للأسفل يعني اول جملة ثانية جملة ثالث جملة ما فيه جملة من نط عنها او اشي فباخر access list بالوضع الطبيعي بيكون عنا access list 101 deny IP any internet protocol any any وبما اني ما حددت ايش يعني ما بقدر كمان احدد هنا any any خلص انتهى الموضوع فبهي الحالة اي IP address لاني طبعا مختار هنا مش من major مش مش عم بختار انا من major major protocols زي TCP او UDP فهونا بظل عندي بس access enter طبعا شو بتفيدني هاي حاليا راح حكيكم شو بتفيدني حاليا بظل لدينا شو تفوت على interface fa 0 1 بعد بحكيلوا IP access group 101 بيجين دي هون شغلة كثير مهمة input ولا output هس هون انت بتحكي input ولا output قصدك بتحكي عن servers اللي داخل على servers ولا اللي طالع منهم ولا قصدك عن يعني وين انا يعني ايش المقصود بinput او output فعليا هي ملاح دخل بالserver لانه احنا مشتغل على router والrauter بهمه هو من وجهة نظره من وجهة نظر الrauter اي شيء طالع من interface فهو out اي شيء داخل من interface فهو in فانا بطبق السياساتي بناء على router تبعي فبه الحال بدي احكيل بس شغلة وحدة out ليش لاني انا بطبق على السياسات اللي هون اللي رح تفوت من هون تطلع out على يعني من هون those networks will be entering the router out to the server room هاي يعني نقطة كاملة فانت بتيجي هون بس out enter حاليا لو القينا نظرة شو access list هاي اتوم تعال خلنشوف هون اش اللي تغير عنا نفتح web service web browser 101 نشوف شو بصير انا طبعا انا وين انا شايفين request timeout انا على HR subnet بحاول ادخل على مين ع sales server بحكي request timeout يعني غلط طلبك طب HR مباشرة فتح لي ليش لانو مسموح طب اروح للمانجمنت علشان اقنعكم انو اطبقت النا السياسات بشكل سليم يعني للأسف ما بقدر بس بقدر افوت على HR طب او ارجيكم شغلة كمان لو دخلنا هون وحكيت looping للأسف destination host unreachable مين اللي برد عليك هنا الراوتر بحكي لك الراوتر انو المكان اللي بدك تروح عليه بقدرش اوصلك عليه ليش لانو ممنوع انا سمحت لك بس على web service لانو حكينا الping هو application باستخدم protocol ICMP وبهاي الحالة لو اجيت هون عشان تأكد اخر شي انو كل شي شغال زي ما بدنا اروح على اول شي على sales نشوف sales شغال request timeout ليش اه لا لا بس ما ما بتفرق ما بتفرق ما بتفرق حاليا احنا قاعدين بنستخدم ال ip address بس ليش اعطاني request timeout نرجع لهون نحكي للراوتر ورجيني ايش الانطبق عندك اه شايفين احنا ما دخلنا اللي هي l3 network فمعناته لازم نرجع مرة ثانية global configuration mode وتحكي له no 101 انا الغيتها كاملة بشكل كامل لازم احكي له طبعا اول شي بدي احكي له ما في مشكلة هاي او هاي بالاول هادي قد هاي واخر شي بدي احكي له اني اني حاليا اه هس صارت مضبوطة عندي ال access list هس هيك ال access list عندي سليمة حاليا لو رجعت على interface طبعا ما ما بتنلاقي لما عملت no ما ما التغت حاليا نشوف شغال 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 وهون للأسف وكذلك راح تكون عندي كمان نفس الشغال هون لو جيت هون وحكيت له اعطيني hr server للأسف ما راح يشتغل sell شغال 100% وهيك احنا منكون طبقنا السياسات وعالجنا المشاكل طبعا بالنسبة لهون انا ما انتبهت كانت عندي هاي مش موجودة لو شفنا هون show access list شايفين ما كانت موجودة حاليا لو حكيت له show access list راح تشوف انه عندك 24 match هاي لما انت حاولت من sales subnet تفوت على HR server او من HR subnet تفوت على sales server فهذول بنطبقوا 24 مرة وانا كل مرة بسمحلك انك تفوت مرة فتنا على sales ومرة فتنا على HR ومرة فتنا على management شاكل استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته